تم ضد بالماسية اليمنية في حقل شائك يتعقد أكثر فأكثر كلما قطع اليمنيون شوطا من التحرير يقطعون في ذات الوقت حقولا من الشوك التي يتم زراعتها لما بعد التحرير فيما يشبه بمكافأة التضحيات اليمنية الضخمة في سبيل مواجهة أدرع إيران التي تهدد أمن اليمن والخليج حينما كان البردوني يقول واجتماع بإخوتي كامفرادي كأنه يحكي اللحظة اليمنية مع إخوة لهم من العرب أعلنوا أمام الملائي أن تدخلهم لأجل اليمن والدولة الشرعية ثم تركوا اليمن وحيدا يصارع حيتان الابتلاع ومن بينها حيتان التحالف ذاته الرئاسة اليمنية التي تحولت بفعل تهميش دول التحالف لأعجاز نخل خاوية يقتصر دورها على المناوشات الإعلامية ودبلوماسية شكلية في المحافل الدولية في قضايا هامشية مثل المناخ أو ربما مناقشة الجفاف في حقول الأرز في بلد يعاني أزمة غذائية على مقربة من مخازن أرز الخليج الضغط الشعبي والإعلامي المتناميح لتهميش دول التحالف العربي لسلطة الشرعية ومؤسساتها التي تحولت إلى لاعب في دكة احتياط التحالف أفرزت في الأيام الفائثة حضورا شكليا للرئاسة يفسره بعض المراقبين بالاستدراك المتأخر لتفعيل دور الرئيس لا تحرك جادا من أجل القضية اليمنية لا تفهم أيضا من قبل التحالف للخصوصية والمشكلة التاريخية للذات اليمنية ولا تغير في خلق وسائل تعامل جديدة مع الشأن اليمني بمعزل عن رؤية موظف صغير في اللجنة السعودية الخاصة التي تقزم اليمن الكبير الرئاسة والحكومة هي الأخرى لم تظهر موقفا واضحا بخصوص مهددات حضور الدولة في المناطق المحررة ولم تكاشف التحالف العربي بشأن التحركات التي تتم خارج أهداف استعادة الدولة اليمنية ويبدو أن خشتها من الجلوس على طاولة صراحة مع التحالف العربي سيجعلها تبيع الأرض في شراء السماد وحينها لا ثمن للعويل الوعي الشعبي الذي يراقب عن كثب تفريغ مؤسسة الرئاسة من مهامها بدأ يدرك بشكل واضح تقاطع أهداف التحالف مع الشرعية والتي ليس من بينها استعادة الدولة اليمنية التي يمثل استعادتها حماية لأمن اليمن والخليل ترجمة نانسي قنقر